هنروح لخبر كان النهاردة دفتنا نادين السلعوي هتدافت بطولة افريقيا للسيدات اللي فاتت في سبقها الحقيقة مش دايما بتحصل ديني سورة نادين السلعوي نادين السلعوي كانت دفتنا النهاردة ومتفقين معاها هي وثورية وحصل حاجة غريبة جدا وهي راجعة في المطار بتعمل رابط تست بوزيتف كورونا بوزيتف كورونا الف سلام عليك يا نادين الف مليون سلامة ان شاء الله ترجع بالسلامة بمناسبة هي ما عنداش اي عراض طيب ايه قصة كورونا اكتشفوا ازاي هتقول لي طيب هو الاتحاد والمساحات لا هم عاملين بي سي آر هناك في الكاميرون قبل ما يرجعوا والنتيجة كلها كانت سلبية وده وضع طبيعي جدا قبل السفر او قبل الرجوع لمصر ودي اشتراطات طبعا وزارة الصحة المصرية ان انت لازم تعمل بي سي آر وانت جاي لو مش متطعها طيب وهم اول ما وصل المطار القاهرة كان فيه تعليمات جديدة بقالها فترة بتطبق في طبعا وزارة الصحة بتطبقها في صلاة الوصول ان اي فرقة جاية من بره بتعمل لها رابط تست او اختبار سريع لكورونا للأسف عملوا الاختبار للفرقة كلها بالجهاز الفني بكل البعثة اللي كانت مسافرة طلع اربع لعبات بوزيتف كورونا اللي هم من طبعا على القصوم ندين السلعاوي ريم موسى لعبتنا السابقة هالة مصطفى برضو لعبتنا السابقة ولعبت سبورتنج ونرهان احمد الاتنين او الاربعة دول كانوا بوزيتف كورونا بالرابط تست رابط تست يعني بتعمل تست سريع بياخد عشر دقائق ويطلع نتيكتو البي سي ار بتوقع ديوم فطبعا الاربعة قال لك يتعزلوا في مستشفى هليوبلس لق يروحوا طب يحصل بي سي ار تاني المهم راحوا عملوا بي سي ار في اتنين اتحولوا من بوزيتف لنيكتف اللي هم هالة مصطفى ونرهان احمد دول بقوا نيكتف فضلوا اتنين بوزيتف حتى الان وهما ندين السلعاوي وارين موسى وكتبوا تعاقد على نفسهم لهم يلتزموا العزل المنزلي طب فيه اعراض الحمد لله لنفيش اعراض خالص الحمد لله منطمنكم عليهم وحنا لسه مكلمين كابتن سلعاوي والد طبعا الاندين وهم كانوا مفروض النهاردة يعني في حلقتنا ولكن الصحة اهم طبعا من كل شيء فان شاء الله يكونوا معنا في الحلقة القادمة او اللي بعدها لحسب ما نتأكد من حياتهم الصحية ونتطمن عليهم في الاول شكرا